هل كان دولة الأمم المتحدة في العراق سلبي؟ على طبيعة التمثيل يعني أنا من ضربت لك مثل ابديم اللو بعد من إجي ما عرف يعني ما إلى تأثير سلبي لكن لا بلاس خارت إجي في مرحلة مرحلة شعلة الأجواء مو هي شن القضية بخض النظر أنه أنا في لحظة بخلافه إياك ألقى بلاس خارت معاي مو هذا القياس القياس النتيجة لأدتها بالوضع العراقي هل هي نتيجة بنا عليها إيجابيات؟ هل هي فعلا كانت مساهمتها باتجاه التقريب؟ لو كانت جزء من الإشعال لوضاع بخض النظر عن ما يبدو عليها وكأنه مثلا مع فلانجيها مع الشباب مع تيشرين مع كذا لكن المحصلة على البلد المحصلة سلبية جدا محصلة سلبية؟ سلبية جدا شلون؟ بأي طريقة؟ يعني أنا أضرب لك مثلا أنا يعني خل نجي نبدي بالأحداث من قبل 2019 من بدأت التظاهرات التضح التظاهرات مشروعة مطالب شباب لكن عدمات استثمرة هي في الغطاء دعم لكن نتيجة إثارة الشقاق وتثقيم الخلافات والتحيص غير المبرر يعني أنت بحياتك شوف بلاس خارفة ديوم راحت الجريه قاوم داعش راحت التقت معه مجموعة من مقاتلي داعش يعني ضد داعش اللي حاربوا داعش ليش أحيانا أنا الشاب لبيها ولا علي يختلق لكذبة قال والله أنا خطفوني وشوروني بالشارع فقدت لعبة يعني يعرفوها الجماعة أو بالتالي تروح تقع الجوة رجلية يمر جلية بالمستشفر ليش الضغوية؟ أنت يش تخلقين هذه الأجواء؟